ما خطورة الذكاء الاصطناعي حين يتم استخدامه في العمليات العسكرية؟ جمال هو عملية تسريع آلة القتل يعني بين رصد الهدف جمع المعلومات تحليلها واقتراح الهدف وإعطاء الأمر هذه العملية تصبح سريعة جدا جدا قد تكون أحيانا خارج الإطار البشر أو السيطرة البشرية في إسرائيل هناك نوعين يعني عندما نقول عن اللافندر وهو النظام الذي يستعمل الزكاء الاصطناعي أو حتى الهبسورة أو القوسبل يعني هي عملية جمع المعلومات واقتراح الأهداف هذا الأمر سرعته هذه المنظومة لجيش الاحتلال على سبيل المثال في هذه المنظومة وضعت أسماء مسبقا موافق عليها للقتل من قيادات حماس بالإضافة إلى أن إذا استهدف الجيش الإسرائيلي أحد قادة حماس من الصف الثاني يسمح له أن يقتل المدني من عشرة إلى خمسة عشرة شخص مدني بريء وإذا كان من قيادات حماس الأساسية يسمح له كأضرار جانبية حتى مئة شخص هذا الأمر هو الخطر في هذه المنظومة هل تعتقد أن قتل حوالي 33 ألف شخص مدني أيضا تم باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ بالطبع جمع لماذا؟ لأنه الذكاء الاصطناعي يعني إذا ذهب الهدف يقول بعض العسكريين هناك أهدف كثيرة 36 ألف هدف وبين الهدف والهدف لديه فقط 20 ثانية ومن يدري جمال قد يكون اغتيال العمال في منظمة المطبخ المركز العالمي قد يكون استعمل الذكاء الاصطناعي للسرعة وعدم القدرة على فعلا السيطرة على هذا الموضوع بقى الآن الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل 4 5 6 وغير ذلك من الجنود هل هذه الأرقام حقيقية أم أرقام سياسية وربما هي أضعاف 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 500 و600 نتحدث عن الجيش الإسرائيلي جمال نعم اليوم الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال هناك عملية ضبط أساسية لعدم تسريب أي معلومة هناك مراقبة شديدة وبالتالي هناك محاسبة من هنا منع جيش الاحتلال حتى الصحافة الأجنبية وحتى الصحافة المحلية من تغطية أي أمر وبالتالي قد يمر بعض الأخبار وبالتالي تنسح بهذه الأخبار يقال جمال أن أحد مسؤولي وزارة الدفاع المسؤول عن المدرعات في إسرائيل يقول لم نتوقع هذا التحضير من قبل المقاومة ولم نتوقع أن يكون هكذا إطلاق صواريخ مضادة ضد الآليات المدرعة من هنا العدد كبير جدا ولكن العدد مقابل من يستعمل هذه الآليات هو قليل جدا بالنسبة لإعلان الأرقام حول الجرحة أو حول القتلة هل من تفسير لهذا الصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية التي تواجه إسرائيل وإسرائيل من خلفها حوالي ثلاث دول عظمى ودول أوروبية ومرتزقة من عديد من هذه الدول وتقاتل وتصمد حتى لها هل من تفسير لهذا الصمود؟ بالطبع جمال هناك تفسير عسكري فعلا هو التحضير المسبق للسيناريو السيء يعني أنت المقاومة أعادت هندسة جغرافية وديمغرافية وحتى توبغرافية القطاع بالتالي للتركيز على نقاط ضعف العدو وعدم السماح له باستعمال كل ما يملك مقابل أن تكون المقاومة قادرة على استعمال فعلا كل ما تملك والدليل على ذلك لا أهداف بالمعنى الاستراتيجي حتى الآن حققها جيش الاحتلال